ويجري اليوم الاثنين لرئيس التركية رجب طيب اردوغان زيارة تاريخية إلى العصمة العراقية بغداد بعد غياب أكثر من ثلاثة عشر عاما المتحدث باسم الحكومة باسم العواري قال أن زيارة الرئيس التركي إلى بغداد هي زيارة تاريخية وهذه الزيارة سترسم مسارا للعلاقات العراقية التركية ولم تكن موجودة سابقا على الإطلاق وأشار إلى أن زيارة ستشهد توقيع اتفاقيتين إضافة إلى ما يقرب من خمس وعشرين مذكرة تفاهم وهذه سوف تنهض بطبيعة العلاقات العراقية التركية وهناك مفاجآة كبيرة خلال زيارة خاصة بما يتعلق بملف المياه وتلك الاتفاقيات والمذكرات سوف تركز على الأمن والاقتصاد وطريق التنمية وضف أن زيارة أردوغان لها أهمية كبيرة وتم العمل عليها من لجان مشتركة مختلفة طيلة السنة الماضية لأجل ترتيب الأوراق في الملفات الاقتصادية والأمنية وفي مشروع طريق التنمية